الموت يرزق الفنان أنس الباز في ابنته قاتل الطفل عدناني يخوض إضرابا عن الطعام بسجن طانجة بالصور يونس بولماني يفاجئ متابعه بلوك جديد مصرين الراضي تثير ضجة في مواقع التواصل الاشتماعي بسبب هذا المسلسل السعودية بعد مقاضاتها لوالدتها مونة صابرة أحلام توجه رسالة شديدة لاجل الفنانة حالة ترك جمهور سعد المجرد وزهير بهاوي يتساءل عن مصير أغنيتهما الجديدة مفاجأة عن عمر بلمير لجمهوره ولكن قبل الخوض في تفاصيل هذه الحلقة أتمنى من كل المتابعين أن يشجعوننا بالضغط على جيم أسفل الفيديو لأن هذا يحفزنا أكثر لتقديم الأفضل للقناة ولجمهورنا الحبيب وحتى لا أطل عليكم لننتقل إلى تفاصيل هذه الحلقة رزئ الممثل المغربي أنس الباز في ابنته دينا الثلاثاء التاسع والعشرون من دجمبر 2020 حيث وفتها المنية بعد شهور قليلة من ولادتها وأعلن هذا الخبر الموجه فؤاد قبيبو صديق أنس الباز وزوجته سارة حيث نشرت تدوينة عبر حسابه على الإنستجرام نعى من خلالها دينا ابنة أنس ووجه لصديقه عبارات مواساة والتعزية ولكن سرعان ما قام فؤاد بحذف التدوين فربطت أحد المواقع الإلكترونية الاتصال به للتأكد من صحات الخبر وللأسف كان رده بأن الطفل فعلا فارقت الحياة هذا اليوم يذكر أن الفنان أنس الباز قد رزق بمولودته الأولى من زوجته سارة فلورينسا يوم الخامس والعشرون من شتنبر 2020 وأطلق عليها اسم دينا وبهذه المناسبة المؤلمة يقدم فريق تاقم كوكب الفن التعازي الحارة للفنان المغربي إن لله وإن إليه راجعون قاتل الطفل عدنان يخوض إضرابا عن الطعام بسجن طنجة قررت محكمة الاستئنا في مدينة طنجة الثلاثة التاسع والعشرون من دجمبر 2020 تأجيل محاكمة المتهم الرئيسي في قضية مقتل الطفل عدنان بوشوف وشركائه إلى غاية يومه الثلاثة الثاني عشر من يناير 2021 وحسب مصادر جد مطلعة فإن قرار التأجيل الذي اتخذت المحكمة جاء لإعطاء فرصة للنيابة العامة من أجل الاستماع للمتهم الرئيسي الذي يخوض إضرابا عن الطعام بالسجن الاحتياطي بمدينة طنجة منذ أيام ولمعرفة أسباب ذلك وفي وقت لم تكشف فيه لحدود الساعة الأسباب التي دافعت قاتل الطفل عدنان إلى خوض إضرابه عن الطعام كشفت مصادر خاصة عن النيابة العامة بمدينة طنجة تتجه لفتح تحقيق عاجل بغاية معرفة الدوافع وراء هذا الإضراب الذي فاجأ مسؤولي السجن المدني بمدينة طنجة في وقت تشير فيه مصادر أخرى إلى أن دوافع الإضراب قد تكون الأفعال الإجرامية موضوع القضية التي ارتكبت من طرف المتهم الرئيسي رفقة أشخاص آخرين وتجدر الإشارة إلى أن المتهم يواجه تومة القتل العمد مع الإصرار وترصد في حق الطفل الضحية عدنان بوشوف في حين يتابع ثلاثة من شركائه بتسطر على الجريمة بالصور يونس بولماني يفاجئ متابعه بلوك جديد نشر الفنان المغربي يونس بولماني يوم الأحد السابع والعشرون من دجمبر 2020 عبر حسابه على الإنستغرام مجموعة من الصور الجديدة التي التقطها خلال آخر جلسة تصوير لها وفجأ بولماني متابعه بهادي الصورة الذي بدا فيها بلوك جديد ومختلف لدرجة أن البعض لقبه بتامر حسني المغرب وتم تداول صور البولماني بشكل كبير عبر مواقع السوشيال ميديا حيث قامت بعض الصفحات بالمقارنة بين الشكل القديم والجديد ليونس بولماني واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الشهر والمال ساهم في تغيير مظهر البولماني موسيقى مصرين الرابي تثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذا المسلسل السعودي إليكم التفاصيل جدل واسع الذي خلقت الممثلة المغربية نسرين الرابي عقب انطلاق بث مسلسل سعودي يحمل اسم ضحايا حلل وظهرت الرابي من خلال بضع لقطات من المسلسل تم تداولها على نطاق واسع بصفحات الفايسبوك والانستجرام في مشهد وصفت بالمسيئة خاصة أنها تجسد دور سيدة متزوجة من طفل قاسر ولاحقت المغربية نسرين الرابي انتقادات واسعة من قبل متتبعيها الذين عبروا عن امتعادهم من الضور الذي أدت مشددين على أنها كان من الأجزر لها بأن تعتذر عن تأديتها ويذكر أن الفنان المغربية نسرين الرابي تحظى بشعبية واسعة في المغرب بعد أدوارها المهمة في عدد من الإنتاجات بعد مقاضتها لوالدتها مونة صابر أحلام الشمسي توجه رسالة شديدة اللهجة للفنانة حالة ترك في ظل المشاكل الأسرية التي تتخبط فيها أسرة الفنانة الشابة حالة ترك بعد رفع دعوة قضائية ضد والدتها مونة صابر وجهت الفنانة أحلام رسالة شديدة اللهجة لحالة ترك وقالت أحلام في تدوينة على شكل ستوري بحسابها الرسمي على الإنستجرام الأم هي جنة الدنيا مهما صار خذي رضاها بنتي وتركيها على الله هو بيحلها من عنده ويفرجها عليك دايم وعرضت كلامها قائلة مش حسين بألمك في يوم بحسن أمك ثم أمك ثم أمك أحبك وأنا معك كالعادة ولفتت حالة ترك انتباه المتابعين بعد مناداتها لأحلام بماما الشيء الذي أثار إعجابهم ودفع الأخيرة إلى دعوة الأولى لإصلاح علاقتها مع والدتها مونة صابر جمهور الفنان المغربي سعد المجرد وزهير بهاوي يتساءل عن مصير أغنيتهم الجديدة بعد قرارهم تأجيل عملهم الفني المشارك تساءل جمهور كل من سعد المجرد وزهير بهاوي عن موعد إطلاق أغنيتهم الجديدة وعبر جمهور سعد المجرد وزهير بهاوي عن انتظارهم بفارغ الصبر أغنيتهم المشاركة الجديدة التي كان يرتقب أنصر النور الأسبوع المنصرم غير أن وفاة والد المصمم الشهير عصام وشمع حالة دون ذلك وكان صاحب أغنية المعلم وعد الكلام رحى مطلع الأسبوع الماضي برومو أغنية الوجهة الثانية التي ستجمعه بزهير بهاوي مشوقين جمهورهما الذي لطالما دعاهما للعمل معنا أما في آخر الأخبار لهذا اليوم فالفنان عمر بلمير يفاجئ جمهوره بهذا الخبر شوق الفنان الشاب عمر بلمير متابعي على حسابه الرسمي بالإنستجرام حول تحذيره لأغنية جديدة لم يكشف بعد عن تفاصيل أو موعد إطلاقها وقال عمر بلمير في تدوينة مقتضبة على حسابه بالإنستجرام شنف نظركم موضوع أغنية الجديدة الغربال وأرفق شقيق الفنان رجاء بلمير تدوينته بصورة من عطلتها التي يقضيها رفقة أصدقائه نواحي مدينة مراكش مرتضيا لباسا شبابيا وفي موضوع ديسيلة يرتقب أن يحيي الأخوين بلمير سهرة رأس السنة على القناة الثانية دوزم رفقة طلة من الفنانين على المغاربة من قبيل الفنان الشعبي مغيث وسعاد حسن وزكريا الغافولي وبعزية بهذا الخبر الفني نأتي إلى نهاية هذا الموجز شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله أستودعكم الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة